حاب أرجع على فكرة أنت أثرتها في رأس وهي ازدواجية المعايير لأن هذا الموضوع كان موضوع المؤتمر لأنني حضرته الأسبوع الماضي في إسطنبول كان نظمته دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية حول ازدواجية المعايير في تناول الحرب على غزة في وسائل الإعلام الغربية أنت أشرت إلى أن هذه الازدواجية وراءها العنصرية مئة بالمئة لأنهم لا يرون أن الناس متساون من يعيش داخل حدودهم له حقوق له حريات مضمونة له قضاء يمكن أن يلجأ إليه إذا ظلم في قانون يحتكمون إليه أما من هم خارج هذه الحدود فلا ينطبق عليهم شيء من ذلك ولا حتى حق الكرامة الإنسانية والحقيقة أن المشروع الصهيوني بالأساس انطلق من هذه الفكرة فكرة أنهم ممكن يحلوا مشكلة موجودة لديهم وهي المشكلة اليهودية على حساب شعب آخر وهذا الشعب على فكرة كان من الممكن أن لا يكون الفلسطينيين كممكن أن يكونوا أهل الأرجنتين أنه كان واحدة من المختلحات أو غاندا كممكن أن يكون موزنبيق كممكن أن يكون قبرص كممكن أن يكون ليبيا لأن ليبيا كانت واحدة من المقترحات لأنها كانت مستعمرة إيطالية لأن شعوب العالم كله لا قيمة لهم بالنسبة لهم لكن ما هي الآلية التي يستدام بها هذا السلوك له السلوك الازدواجية في المعايير طبعا الآن من كرامات صمود أهل غزة أنه عامة الناس بدأت تتفتح عينهم على ذلك عامة الناس يعني الناس العاديين في الغرب وحتى اللي عاملين في خطاع الصحافة وفي خطاع السياسة من الرتب الدنيا لكن مش أصحاب صناعة القرار الآلية للأسف آلية قانونية لو تدبرت في الأمر يعني مثلا الآن أنا أذكر لا أدري إذا أنت كنت تذكر ولا لا في حرب 2008-2009 جاءت شكوى على قناة الحوار إنه راشد الغنوشي فكر الله وأسره كان ذكر في أحد برامج قناة الحوار معلومة مضللة للجمهور فهي كانت شكوى علينا وجهت إلى الأوفكم ما هي المعلومة المضللة؟ إنه قال أصلا صواريخ حماس بدائية وفعلا في ذلك الوقت كانت بدائية ولا تقتل أحدا فالشكوى كانت إنه لا فيه واحد قتل وإنه هاي المعلومة إلى آخر الآن معلومة أن حماس تقطع رؤوس الرضع كيف يمكن أن تحتكم إلى القضاء البريطاني أو إلى أي جهة إلى الأوفكم مثلا كيف بإمكانك أن تشكو أن وسائل الإعلام التي روجت لهذه المعلومة وظلت تطحن بها أسابيع تضلل الجمهور معلومة مثل معلومة أن رجال حماس يقتصبون النساء معلومة كاذبة كيف يمكن أن تقاضيهم؟ قضاؤهم وقانونهم لا ينطبق على الآخر خاصة إذا كان هذا الآخر مصنفا يعني مثلا حماس الآن كيف بإمكانها أن تأتي وترفع قضية على الذين اتهموها زوراً وبهتاناً وهي على قائمة الإرهاب وكيف يمكن لإنسان عادي فلسطيني أو غير فلسطيني أن يرفع قضية نيابة عن حماس بأنها اتهمت زوراً وبهتاناً سوف يتهم بأنه متواطئ مع الإرهاب أو متعاون مع الإرهاب هم وضعوا الحقيقة مجموعة من الآليات مجموعة من الأدوات القانونية والقضائية لحماية العنصرية التي ينطلقون منها الدكتور ريتشارد فولك وهو حقوق عظيم وكان أحد مفوضي الأمم المتحدة وكان مفوضي الأمم المتحدة لشؤون الفلسطين وإسرائيل وإسرائيل منعته من الدخول بسبب مواقفي وهو بالمناسبة يهودي ويعني شخص عظيم لا يزال ناشطاً مع أنه كبير في العمر ناشطاً في المجال الحقوقي قال مرة في الجزيرة أظن في أثناء حرب 2008 أو عدوان 2008 و2009 قال كلمة مهمة جداً وهي أن القانون الدولي وضع أصلاً بنصه هو لمصلحة الكبار أنا أولاً مؤمن بهذا الأمر إلى أن إذا أخذنا السياق التاريخي القانون الأساسي الدولي كله وضع بعد الحرب العالمية الثانية بعدما ارتكبت الدول الكبرى فضائع سواء كانت دول المحور أو دول التحالف ارتكبت فضائع بحق البشر وقتل مدنيين وقصف مدن إبادات جماعية إبادات جماعية يعني أظن الحرب العالمية الأولى مثلاً مرة قرأت حوالي من 70 إلى 90 مليون التقدير يعني تخيل أنه قداش هامش الفرق في تقدير عدد القتلى 10-15 مليون يعني 10-15 مليون لم يعدهم أحد فهو كان ارتكبت فضائع حينما وضع هذا القانون من وضعه المنتصرون وبالتالي أولاً هم وضعوه لتحقيق مصالح الدول الكبرى لأن الدول الكبرى التي تمتلك فائضاً من القوة تستطيع أن تلتزم بالقانون الدولي وهي لا تلتزم ولكن هي تستطيع التزم يعني لديها الأسلحة الدقيقة ولديها القدرات الاستخباراتية ولديها كل أدوات التكنولوجيا فهي تستطيع يعني لو إسرائيل أرادت أن تلتزم بالقانون الدولي تستطيع لديها القدرة الفنية والتكنولوجية لكن الفقراء سواء كانوا قوة غير دولتية أو دولة لا يستطيعون لا يمتلكون التكنولوجيا ذلك شوفوا رأس هذا القانون الدولي يتطور بعد المآسي زي ما ذكرت أنت اللي شافها العالم من أجل الحد من أجل منع تكرار هذه المآسي لكن هم لم يأخذوا بالاعتبار الآخرين وكانوا يضعون هذه الضوابط لأعضاء النادي نادي تبعهم صح حتى لا تتكرر نفس المآسي لما أجوا الناس من الخارج وقالوا يا جماعة طبعا إحنا عاوزين ننتسب إلى نفس النادي زي ما إحنا ندخل في الأمم المتحدة وندخل في كل المعاهدات عاوزين أيضا ينطبق يعني نذهب إلى القانون الدولي حتى نحتكم إليه هذا ما فيش آلية لا يوجد آلية ما هو أصلا هو في نصه هو لصالحهم لأنه يعني كما ذكرت هم يستطيعوا أن يلتزموا فيه لديهم القوة ولديهم القوة التكنولوجية والمعرفة التي تؤهلهم لذلك بينما الدول الضعيفة ما ليس لديها هذه القدرات هذا من ناحية من ناحية أخرى أنا أعتقد أنه أحد الأسباب التي تؤدي إلى هذا الاختلال في الموازين هو أن الدول الكبرى حينما وضعت القانون الإنسان الدولي هي وضعته وهي في حالة استرخاء وفي حالة انتصار بالتالي هي ليست بحاجة لأن تنقض هذه القوانين هي ليست مهددة ليس لديها عليها أي تهديد وجودي لكن أنا أراهنكم وأسأل الله أن لا نصل إلى هذه المرحلة أن أي دولة من الدول الكبرى التي وضعت هذا القانون إذا شعرت بأنها مهددة ليست تهديداً وجودياً وإنما تهديد فيه جدية ستجد بأنهم لن يلتزموا لا بالقانون الدولي ولا بالقانون الإنساني ولا بالقانون العرباني أي أمريكا لا تلتزم بسرعة؟ أظن أنه بالنسبة لازدواجية المعايير يعني ممكن نظر إلى من جانبين من الجانب القانوني أو الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي العام وثانياً من الجانب السياسي الجانب السياسي نحن نعيش في عالم القوة من لديه القوة أما المالية أو الاقتصادية أو العسكرية أو كلها مجتمعة يستطيع أن يفرض ما يريد وليس هناك من يستطيع إيقافه هذا من الجانب السياسي العملي وكل دولة تنظر إلى مصالحها الغرب نحن نعلم وشخصياً أنا مؤمن أن الغرب لديه تناقض في المصالح مع العرب والمسلمين والجنوب أفريقيا وآسيا تعارض 180 درجة يتعارض في المصالح الاقتصادية والسياسية والتجارية كل دولة من الدول من حقها أن تنظر إلى مصالحها الوطنية ولكن المفروض أن المقابل لديه القدرة على التعامل أيضاً بنفس الوزن حينما تختل الموازين فتجد أن دولة أضعف من الأخرى مفترة أن تنتزمها هذا فيما يتعلق بالجانب السياسي بالنسبة للجانب القانوني الجانب القانوني حقيقة النصوص الموجودة ليس فيها أي بأس كل النصوص سواء كان ميثاق الأمم المتحدة اتفاقيات جنيه محكمة العدل الدولية أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل هذه لكن لكي نرى كيفية الاستهزاء أو الاستخفاء بالقانون الدولي اتفاقية روما التي أنشأت محكمة الجنايات الدولية هذه الاتفاقية التي بدأ بها هو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي وضعت المسودة الأولى وتمت مناقشتها إلى أن وصلوا إلى قاربه إلى النهاية عندها قررت أمريكا أنه لا هذه يمكن تستعمل ضده فلم توقع لها لا أمريكا ولا إسرائيل ولا كوريا ولا العراق ولا أغلب الدول هذا الموقع صارت المحكمة الجناية الدولية حينما أريد حينما أراد الغرب أن يأخذ موقفا ضد روسيا في خلال ثلاثة أشهر تم إصدار قرار بتوقيف أو باستدعاء بوتين للتحقيق مع من قبل الجناية الدولية وقبل ذلك البشير هذا بالنسبة إلى الأوروبيين الأفارقة كانوا هم الضحية الأولى من البشير على سيف الإسلام القذافي إلى الغرب بالنسبة له يستعمل هذا السلاح المشكلة لأنه أن الدول أيضا يعني الآن إذا تستثني الموقف ما جنوب أفريقيا يمكن فد موقفين أو ثلاثة العالم كله يعني العالم العربية تساهل في كل شيء الدول الغربية الأفريقية الدول الآسيوية مضطرة أن تساهل فالمشكلة أنه فيما يتعلق بمقاومة ازدواجية المعايير تتطلب موقفا علنيا موقفا متوازنا نحن نعجز عن القيام حينما لا يوجد ضغط كافي يعني أنا أعتقد أن الآن محكمة جنائية الدولية ستتعرض إلى ضغط حول القضية الفلسطينية كما لم تتعرض له قبل نتيجة لقرار محكمة العدد الدولية مش المدعية العامة السابقة الأمريكان أصدروا قرار منحها من دخول أمريكا ويحضر أموالها عاقبوها نعم والحالي منذ أن استلم كريم خان كان أول قضية موضوع على الطاولة حينما تم انتخابه والموضوع الفلسطيني لأنه كان بعد حرب 2014 ومنذ ذلك الوقت وهو يقول أنا سأزور الأراضي الفلسطينية لم يقم بذلك سوى بعد الحرب ولم يدخل إلى غزة ولم يدخل إلى يعني لم يدخل إلى غزة وقف على معبر رفح لأنه لا يريد أن يحصل محر المنظمات الدولية محكومة من قبل القوة الكبرى نعم يعني حينما تقوم بمنع الدعم المالي على الأمرو حينما تهدد محكمة العادة الدولية والمدعي العام حينما تتخذ المواقف مجلس الأمن كل ما يطلع قرار تسوي فيتو هم أصحاب النادي وهم يتحكمون به بالتالي صار القوانين الدولية صارت زي الدستور في العالم العربي الدستور في العالم العربي بجنن ولا في أحسن منه يعني لما تقرأ أي دستور أنت بتشعر أنه أنت ما شاء الله يعني عايش في دولة ديمقراطية وحرية رأي واللي بدك يعني ولكن هم يملكون المحكمة ويملكون الشرطة ويملكون المحامي فبالتالي يستطيع أن يفعل شيء أنا أقول بأن منظومة الدولية هي بنفس الطريقة لأنه حتى مثلا إسرائيل كيف تلعب بالقانون الدولي إسرائيل يموقع على اتفاقيات جنيف اللي تتعلق بأسر الحرب لما تعتق الفلسطيني تقول بأنه مقاتل غير إرهابي لا غير مقاتل فيه تعريف مقاتل غير نظامي أو غير قانوني غير أنه لا تنطبق عليه لا تنطبق عليه لدرجة أنه مبارح تم الإفراج عن سيدة فلسطينية عمرها ثمانين سنة اثنين وثمانين سنة ومصابة بالزهايمر وحينما تقلت من غزة صنفت بأنها مقاتلة غير نظامي لا أشوف أكثر من ذلك أمس أيضا قتلوا ثلاثة من الفلسطينيين في المستشفى وهذه جريمة حرب متكاملة الأركان متكاملة الأركان وهم الذين احتفوا بها نعم وسورتها وخرجت الصور أبدا ولكن يقول لك أن هؤلاء يحولوا الغرفة إلى غرفة المستشفى إلى شيء آخر قضية زواجية المعايير القانون الدولي إجمالا كما تفضل الأستاذ صباح جميل أنا من دارس القانون الدولي وقضيت فيه سنوات وأنا دارس القانون الدولي في الحقيقة من مختلف الزوايا فهو جميل ومفيد صراحة لأن عدم وجود القانون الدولي العالم يكون غابة أكبر وأكثر إلا أن هذا القانون الدولي الدول التي صنعت والتي تتحكم في هذا العالم كثيرا ما تتحايل عليه وأحيانا تضربه عرض الحائط مثل مثلا يخرج كيربي يقول لك أنا لم أرى مدنيين يقتلون في غزة ويقول أنا لم أرى أن إسرائيل تستهدف الصحفي بعد مقتل الآن ما يقارب من 120 صحفي وهذا شيء غير مسبوخ في أي نزاع بالمناسبة غزة تحطم كثير من الأرقام القياسية العالمية بما فيها القصف على المدن الألمانية مثلا غزة الآن تجاوزته أو الأطنان التي ألقيت على المدينتين اليابانيتين غزة الآن تجاوزتهم بكثير مثلا لكن هذا ليس جديد هذا منطق إبليسي منطق شيطاني أنا خير منه عندما قرعه الله ووبخه لما لم تسجد لما عمرتك قال أنا خير منه خذه المنطق الإبليسي عندما ذهبوا لذبح الجزائريين على سبيل المثال في القرن التاسع عشر ذهبوا باسم المهمة الحضرية باميسيون سيفزاتريس قالوا نحن نذهب للهمج البربر المتوحشين في هذه البلاد نؤدبهم نؤدبهم ونربيهم ونحضرهم نجعلهم أناس لأن على قول صاحبهم الذي جاء من بعد هؤلاء حيوانات بشرية بالمناسبة أحد أبرز لكثير حتى من العرب ما يفتخرون به أحيانا وهو بكتورو إيغو مثلا بكتورو إيغو مثلا تبع البؤساء تبع البؤساء كتب كتاب أعتقد كتاب في 1842 واسمه الرعيم كتب كتاب يندد فيه بالحكومة الفرنسية التي لم تقم بقتل الجزائريين كما يجب عجيب نعم ولماذا لا تفعل ما يفعله الأتراك من قطع الرؤوس العرب حتى نخيف الآخرين مع أن فرنسا أقدمت عليه كان ألف مرة أبشع بكثير مما أقدم عليه الأتراك أو غيرهم ماركس كارل ماركس زار الجزائر أعتقد في 1881 وكارل ماركس المعادي الإمبريالية والاستعمار وقال أن هذا ما يحدث في الجزائر جيد ساند الاستعمار الفرنسي في الجزائر وهو المعارض للغرب وللمنظومة الغربية والمنظومة الرأسمالية طبعا كثيرين من من تبعوا الماركسية الآن طبعا هارت هذه النظرية مع انهيار التحاد السوفياتي لكن كثيرين في السبعينات والثمانينات كانوا يكاد يجعل لك ماركس نبي وهناك حتى من سمى أبناءه على لينين أو على ماركس هذا ليس جديد بالمناسبة قضية الإبادات الجماعية أقدمت عليها فرنسا وإلى حد ما بلجيكا في رواندا وبورندي قبل ثلاثين عام وأدى إلى مقتل أكثر من مليون في أدنى الإحصاءات واثنين مليون ونص في الإحصاءات الأكثر ربما دقة وآخيرا ألمانيا أثير موضوعها في ناميبيا 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 طبعا ناميبيا قديمة شوية لكن ألمانيا التي لم تستعمر الكثير الذي استعمرته ذبحته وهو ناميبيا على سبيل هو الحقيقة في نهاية المطاف إحنا أطلقنا عليه مسمى النادي الذي يتابع مثلا الأطفال حينما يلعبون أحيانا لشوية أكبر يعني سنة سنة أو سنتين فوق الباقين يبدأ في اختراع ألعاب ووضع قوانينها يتمرون وكل ما هذا مثلا يخسرون لا يغير القانون حتى أنه يتوامع فوزة وكسبة الحقيقة الذي يجري ينبغي أن لا نستغرب له الاستعمار الذي نلعنه ليلة نهار ويلعنونه اليوم طغمة اليوم ليلة نهار الحقيقة هو امتداد طبيعي لفكر وهذا الفكر هو يمثل ركم من أركان الغرب بشكل عام وهو بأنه الويتمانز بردن الحقيقة من أفضل ما يبين عمق هذه القضية ليست قضية طارئة ليست قضية مرضية عرضية إنما هي قضية في أصل الفكر أستعرف شو الجديد أناس الجديد أنه الآن نلاحظ أن الأجيال الجديدة في هذا الغرب بدأت تفتح أعينها على هذا الوضع نعم وتقول يعني كيف إحنا كنا نتوهم بأننا أحسن من غيرنا نتوهم بأننا أصحاب الفضل نعم نتوهم بأننا أصحاب الحضارة والريادة وحكوماتنا تقوم بهذه الجرائم وإعلامنا يشتر كل هذا الكذب حقيقة في حراك هذه ما كان يعرف ما كان يعرف الآن الإسرائيليين اللي كانوا بالأسر عند حماس من خرجوا قالوا يا أخي شو وين أنتو على إيش تكون هذه أول مرة نشوف فلسطين مثل هؤلاء طلعوا هوادم مثلنا ويعاملون بطريقة معقولة كم واحد منهم اللي طلعوا الغرب الأبيض الآن بدأ يعيش في وسطه الأسود والآسيوي وإراخري وبالتالي بدأ الفرد الأبيض يشعر أن هذا الأسود بالحقيقة هو ليس ما كان يقال عنه يعني مثلا بالغرب لم يكن هناك شيء اسمه إسلام كانوا المحمدانز لأنه المسيحية كرايست نسبة إلى كرايست كريستيانتي فهذولا محمدانز لأن ذولا بدون محمد هذا حتى في الأوساط الثقافية الآن لا أصبح الفرد حتى العنصري الأبيض اللي هو ضد المسلمين الآن يلقي لتهم أخرى إرهاب وما إرهاب وتطرف أو صرخ عليها بالتلفزيون أو شيء من هذا لكن في الحقيقة الآن الفرد الغربي بدأ يعني أنه بس فيه دور المهم للعب في ذلك هو دور الإعلام البديل الذي كسر أو حطم الاحتكار اللي كان مفروض على المعلومة من قبل وسائل الإعلام التقليدية يعني الآن ما عادت لا التايمز ولا التليغراف ولا الواشنطن بوست ولا نيويورك بوست ولا سي أن أين ولا سكاي ولا البي بي سي تحتكر المعلومة بل تبين للناس لعامة الناس أن هؤلاء يكذبون ويستبيحون الكذب والافتراء على الآخرين رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تقوم بحضر المحتوى المساند مثلا أو المحتوى الذي يعرض القضية على الأقل في الفيسبوك وإنستجرام مثلا ما زالت بعيدة جدا القليل الذي يظهر سواء في هذه المواقع وطلع لهم التيك توك طلع التيك توك وإلى حد المسوي وسيظهر غير وسيظهر له القليل هذا الذي يظهر غير المعطيات وهذا مهم جدا بالمناسبة نيويورك تايمز نظر أمس سحبت البودكاست انتاحها لحول الاغتصاب وهذا في مراجعة قالوا لي أن الصحفية انتاحهم هناك كانت قدمت الخبار مضللة هذا مهم جدا أنهم يسحبون بودكاست مش عارف للسينين أو للوقتايمز هي نيويورك تايمز طلعت مقال تحقيق عفوا مكتوب قبل حوالي عشر أيام نعم موضوع اتهامات بحدوث اغتصاب أثناء 7 أكتوبر كان المفروض أن يتم نشره أيضا كبودكاست فنشر موقع انترسيبت الأمريكي يعني خبر حصري بأن الصحيفة نيويورك تايمز سحبت البودكاست وألغت أو علقت على الأقل نشره بسبب وجود شكوك حول رواية قوة التقرير لأنه أتمد على مصادر يعني يمكن أطعن بموثوقيتها أنا أعتقد أيضا هذا الانسحاب الموجود في وسائل الإعلام جزء منه أيضا يعود إلى السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام البديلة لأنه مثلا حصل في بعض المواقع مثلا على سبيل المثال سكاي نيوز كانت في بداية الحرب عندما تحدث عن الفلسطيني تقول دايت أي مات هيك أنه أصيب بجلطة مثلا والإسرائيلي تقول قتل فصار في ضغط عليها وغير يعني على الأقل ما لاحظت صارت تتمد شيء متسق من الهيدلاين لكن على فكرة نيويورك تايمز رفضت نشر رد من حركة حماس ومن أفراد فلسطينيين على ما كانت نشرته من افتراءات بشأن ما حدث في السابعين أكتوبر رفضوا حتى الآن نشروا ما هو هذا القانون قبل شوي اللي تفضلت فيه أنه هو حط القانون الذي يؤهله أن يرفض أو لا يلتزم بالمصداقية هو قد يقول أنا لا أنشر ردا لحركة مصنفة أنها إرهابية يعني لديه القوانين التي تساعدوا في ذلك ولكن أنا أعتقد بأن السردية الآن بما فيها سردية التفوق العنصري أو التفوق العرقي التي كانت تحكم سلوك السياسي الغربي وكثير من الصحفيين الغربيين الآن بدأت تصبح متنحية أو على الأقل في طريقها إلى التنحي لصالح السردية الإنسانية السردية المؤمنة بالمساواة بين البشر لأنه في جيل أولا غير موجود لديه عقد الاستعمار القديم أيضا متحلل إلى درجة ما من الاستشراق لأن الاستشراق لعب دورا كبيرا في زواجية المعايير وثالثا هو عاش في بحبوحة من الحياة ودولة الرفاه والليبرالية ويعني ما بعد الحداثة وكل هذه الأمور فهو متحرر من كثير من القيود التي كانت موجودة في السابق ولذلك دائما استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وفي أوروبا حول مثلا القضية الفلسطينية الجيل اللي هو من 15 ل 24 هو أكثر جيل لديه موقف جيد تجاه الحقوق الفلسطينية الـ 25 إلى 35 أيضا جيد ولكن أقل منه وأسوأ شريحة هي العمار الكبيل لأنه هو لا يزال إلى اليوم يتابع التلفزيون ويصنع تفكيرهم من خلال التلفزيون والجريدة الرئيسية اللي بيشوفها إذا بيشوف جريدة وبالتالي وأيضا يعني متعلق بقبليات هو موجود الحقيقة إذا نشوف أخي في رأس حول هذه المسألة هذه هو نوع من الاستقطاب يعني في الحقيقة في نوع من يعني خلنا أسمي تطرف يعني هكذا اعتباطا نوع من التطرف في الجانبين فنعم هناك نوع من الانتكاس والاعتراض والانقلاب على المعطيات الغربية وهناك بالمقابل يعني نوع من التمسك بها والتصلب والزيادة في التطرف يعني نحو ما نسميه اليمين اليوم اليمين واليسار كلها أصبح شوربة لكنه أصبح هناك من يقول إي نعم نحن هكذا ويتكلمون بلغة فجع بلغة يعني يتكلمون وأنت تقول كيف يقولون ذلك ولكن نراه يوميا من ناس كانت تدعي الليبرالية والحرية والكذا ردهم الوحيد على الطرف الآخر هو أنه يتعنت ويقول إي نعم نحن أفضل لما نستحي ذاك اليوم ده أسمع لواحد فيه بالترجمة بالألماني فبالترجمة الإنجليزية فيقول نحن ليش نستحي ليش يضغطون علينا نستحي من إرثنا نحن لا نستحي من إرثنا نحن نعم فعلنا وينبغي أن نفخر بالشوارع التي بنيناه والجسور التي بنيه وعلمنا الناس كيف تجلس على الطاولة وتأكل بالملاعق والسكين بدل ما تأكل هكذا بوحشي وهمجية أنا الحقيقة اليوم يعني شيء من الاستشراف أنه ما الذي سيفضي إليه هذا كله أنا باعتقادي بأنه شيئا فشيئا سنرى نوع من الانقلاب حتى على المؤسسات التي بناها الغرب ومن ضمنها مثلا الآن المثال الذي ضربناه في قضية محكمة الجينات الدولية هم الذين أسسوها أسسوها لغرض معين اليوم بدأت هذه نفسها تنقلب عليهم تؤدي أغراض ما هي متوافقة مع مصالحهم فينبغي مثلا انتهاما عندها شفنا منها علامة صغيرة في السابق أو علامات صغيرة في السابق ومنها اللي أذكر بشكل كامل ما الذي جرى في 2003 من بوش وبلير حينما لمن شافوا أنه فرنسا ستوقف في وجوههم وروسيا ويرفعون الفيتو في قضية الحرب في مجلس الأمن قالوا ما لازم مجلس الأمن اتجاوزه تماما وهكذا شيئا فشيئا في حال أن القانون قبل كم أسبوع ريشي سوناك رئيس وزارة بريطانيا وديفيد كاميرون بعد ما تم تعين وزير خارجية بأيام لما قالوا بأنه في بعض الخطوات قد محكمة القانون محكمة كذا الأوروبية الأوروبية فقال نتجاوز خرص نلغي الموضوع كله نسكر هذا الملف ونسوي اللي رح نريده بس هذا كله بتعرف خلق حالة من الخوف لدى الجيل الجديد طبعا لأنه بقول لك أنه سنؤكلوا غدا نعم يعني رح يجعليننا الدور هؤلاء لا يحترمون حقوقا ولا يحترمون قانونا ولا يحتكمون إلى قضاء إذن ماذا سيحصل لنا في المستقبل لذلك المظاهرات اللي قامت ضد نتنياهو في إسرائيل لما راد يبدل القانون قاموا بها أغلبهم الشباب قال لك دقيقة مرة لحد سويها وراها اشتاعي يصير بالضبط هنا في بريطانيا الآن هذا ما القانون ما الرواندا الآن ما الرواندا الآن السؤال أنه إذا أنت لحتلغي دور المحكمة لمن تحتكم خطوة اللي بعدك لمن يحتكموا الناس لذلك الآن الهوزة لدخل أرنام صحيح